نحن بعد موقفنا عن غزة تصنيعه وتحويله للميثانول وبعدين تحويل الميثانول للفورمالدعايد والمركبات المترتبة على تكوين الفورمالدعايد أو النتجة منه هنتكلم النهاردة على تحويل الميثانول لمركب كلنا نعرفه اللي هو الخل اللي هم ناكله فالميثانول لما يجي يتحول للخل اللي هو حمد الخليك بنستخدمه هنا طبعا هنا مش للغزاء حمد الخليك المنتج في الحالة دي مش للغزاء عشان كونوا ايه معارفين حمد الخليك بننتجه من قصب السكر وليه طريقة تانية هبقلكم عليه طيب الميثانول هنا بنفعله مع الكربومونوكسايد في وجود الكوبالت ايوضايت عند 250 درجة مقوية يديني حمد الخليك ودي عشان نستخدمه في الصناعة نستخدمه في الصناعة طبعا نخلي بالنا ان الكوبالت ده هيفي ميتال فاكيد هيبقى فيه تريس مع انتاج الخل فاشا كده صعب ناخده للأكل نتيجة وجود الهيفي ميتال طيب احنا بعد ان نكون الحمد الخليك ايه هنستفاد ايه من الموضوع هنستفاد من الحمد الخليك ليه حلق البنزين ناقصه اتش اما في نايل يعني سي اتش دو دابل بوند سي اتش خلبلنا من الالفاظ يبقى فيه فرق بين في نايل وفي نايل فانا خلات الفينايل وديه يستخدم مادة لصقة بين طبقات الزجاج والزجاج طبعا متاع السيارات وبنستخدمها في الدهانات المائية وبنقول على لاتيكس عشان تحكس الميا او في الورنيش واللاكيهات وعشان بزحلق الميا فانا بنستخدمه ايه بنجيب الاسيتر خل مع الاسيترين بصوا بصوا شوف الاسيترين اوبا اوبا الاسيترين نفس المركب ده فعلناها مع الفورمال ضاهاي تفاكرينه وعملنا بنترسيتول فاحنا خلملنا من الربط هنا في صناعة المركبات قريبة لبعض جدا وهو زي بعض وبنستخدمها فيه استخدمات مختلفة فانا الاسيترين ده الاستخدام التاني ليه واستخدمنا مع الميسانو مع الاسيترين في وجود زينك اسيتيت كعمل مساعد زينك اسيتيت فعطاني الفاينيل اهو هادي الاسيترين ودي الاسيترين وادي الايه الاسيتيت ده اسمه فينيل اسيتيت ونستخدمه في ايه فينيل اسيتيت يعني ألف به لاكيهات تلميع السطح اللاتيكس خلاص بس كده لا حمض الميسانول زين ما احنا حولناه لحمض الخليك وحولناه لفورمال ضاهايض هنحوله كمان دلوقتي للكلورو ميسان كلورو ميسان هنستخدم بيه ده الكلورو ميسان بنستخدمه لإنتاج رباعي فلورو الاسرين ايه اللي يستخدم كمادة عزلة في قواني الطاهي اللي هي اللي قدامنا اللي هي بنول عليها زي التفال نستخدم رباعي فلورو الاسرين طيب تحويل الميسانول للميسايل بيوتايل ايسر هاي الايسر ده الايسر وهذه البيوتايل بتاعي ده بنستخدمه بايه بنستخدمه في وقود السيارات بدل من مركبات الروساط المناسبة للجو بس خلبلنا ده بيتكون بيستخدمه في كندا والدول المتقدمة بس اللي هو الميسايل بيوتايل ايسر طبعا مش كل الدول العربية بتستخدمه ولا حتى السعودية بتستخدم الميسايل بيوتايل ايسر وهبالك بتستخدم مكانه اللي ايه الالكوهولك وهنتكلم عليها بالتفصيل قدام شوية طب بس كده لا الميسانول اقدر احوله كمان للميسايل امين طب واستخدمه في ايه الميسايل امين مبيت الحشرية ما هو تصرصير والدبان والعشاب ومستحضرات الميسايل امين مركب مهم جدا لانتاج المبيبات الحشرية بس كده الميسانول لا الميسانول نقدر ان نحوله لبروتين وحادي الخلايا ايه ايه ده ايه بك يقول أن이어 بروتين وحادي الخلايا البروتين وحادي الخلايا انا خدت هنا enough wirsainthur حولته الفورمرضاهيد الفورمرضاهيد تحول لا كافيتك أسد هو الكربون اللي انا عايز احصوله علية أغزيه على مايكروأرجنزم عشان يا ديني بروتين وحادي الخلاياه تحويل الميسانول للإسترات أي كحول يتفعل مع أي أسد يدني أستر فأكتر واحد مشهور اللي هو داي مسايل تير فساليت اللي بنصنع منه كمان أزايز الميا تير إيه فساليت فده اسمه داي مسايل تير فساليت فيه داي إسايل داي مسايل داي مسايل يبقى داي مسايل تير فساليت عشان ده كده ده اسمه يا شطار داي اسمه تير فساليك أسد فلما يفكد ده بروتون ويفكد ده بروتون ويتفعل ما كحول يبقى إيه فساليت زي الإستر عشان يصبح إيه إستر طيب احنا كده نقف على هذا الكلام وخلاص لا فيه عندنا آخر حاجة نتكلم عليها اللي هو إنتاج سيانيد الميسانول في إنتاج سيانيد الهيدروجين اللي هو زي ما نحن قدام نفعله مع كاربومونوكسايل وبعدين يتحول ليه مثال أسيتيت بعدين في وجود الأمونيا يتحول للأمايد ومن الأمايد يتحول للهيدروجين سيانيد خلاص طيب دي جد آخر مركب اتكلمنا عليه في إنتاج المواد البتروكوموية من الميسانول والميسانول جاي منين؟ من الميسان والميسان جابه إزاي؟ جابه عن طريق غزة تصنيع فدي نقطة مهمة إن شاء الله نرجحها كويس عشان المرة جاي هنبتدي في مركب تاني بيطلع من البتروكوموية وينطلع منه طبقات مختلفة زي الطبقات المختلفة اللي طلعناها من الميسانول شكرا